مهم أول إن كمان الناس تعرف إن إحنا على مدى أربع سنين تعرضت نصر لأزمات ضخمة جداً جداً هي ملايش دخل فيها هي ما كانتش سبب فيها ابتداء من أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة اللي موجودة حالياً بقالنا تقريباً دخلين على سنة فيما يخص قطاع غزة حدودنا الثلاثة كان حوار تم نقاشه مع فخمة الرئيس ومع الوفدين لكن بقوله في المؤتمر الصحفي أن حدودنا الثلاثة سواء كان على تجاه الجنوب مع السودان أو الغرب مع ليبيا أو حتى دلوقتي مع إسرائيل وقتها غزة الحقيقة غير مستقرة وليها تدعيات كبيرة جداً واتكلمنا أنه كان لها تأثير على خلال العشر أو اتناشة السنة اللي فاتوا ووصل حجم إحنا ما بنقولش عليهم ملاجئين وما بقاوشيش عندنا في معسكرات إحنا عندنا تقريباً أكتر من تسعة مليون من الضيوف اللي نزحوا إلى مصر نتيجة الأزمات اللي موجودة في بلادهم في اليمن في ليبيا في سوريا في السودان في جنوب السودان من دول كثيرة جداً لكن المهم أيضاً أن مصر كانت حريصة أن هي من سبتمبر 2016 ما يبقاش في مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من مصر في اتجاه أوروبا احتراماً من منظور إنساني وأخلاقي إن إحنا ما نسمحش إن الناس زياد تترمي في البحر وأيضاً إن إحنا إن يكون سبب في المساز بأمن واستقرار شركائنا في أوروبا إحنا تكلمنا باستفادة كبيرة جداً عن الأوضاع في غزة وأهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد ألية لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع وأيضاً إطلاق صراح اللاجين وأيضاً ما بعد الحر وأنا بقول هنا في المؤتمر الصحفي ده إن مهم جداً جداً إن أوروبا تقوم بجهد كبير في هذا الأمر خلال هذه المرحلة من أجل تشجيع الأطراف أو الضغط على الأطراف إحنا من جانبنا في مصر بنبقى حرسين قوي إن إحنا نقوم بدور إيجابي كبير سواء مع الفلسطينيين حماس تحديداً طبعاً بالتعاون مع القطريين ومع الولايات المتحدة الأمريكية لكن مهم أيضاً إن أوروبا لها الثقة الكبيرة جداً جداً ومهمة أوي إن هي خلال هذه المرحلة المهمة إن يبقى فيه قوة دفع إضافية حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق يحاقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع بزة